اشتركوا في القناة فإذا كانت الفكرة مميزة وجديدة ليس هناك أي شخص يعمل عليها فبالطبع سوف تحلق في نتائج البحث وتصبح قناتك معروفة بسرعة وفي وقت وجيز جدا في هذا الصدد أريد أن أتكلم عن النيتش فإذا كانت مثلا قناتك تقنية فالناس لا تشاهد أشياء تفيدها إنها تشاهد أشياء تافهة وتضحك عليها هكذا انتهى الأمر فإذا كانت قناتك للضحك واللعب والهزل فسوف تلقى نتائج أفضل هذا ما يسمى النيتش لكن الفكرة وهي أن تقوم بنشر شيء جديد لم ينشر من قبل على الإطلاق فإذا نشرت شيء جديد فكرة جديدة فصدقني سوف تحلق وتتسلق نتائج البحث بشكل سريع وسريع جدا جدا النقطة الثانية التي أريد أن أشير عليها وهو أن لا تحشر نفسك في شيء أنت لا تحبه أصلا فيجب قبل كل شيء يجب أن تقوم بنشر شيء أنت تحبه فإذا كنت ستنشر شيء لا تحبه فلا تتوقع النجاح يا صديقي حتى حتى وإن نجحت أنت تقوم بشيء لا تحبه فما الفائدة من ذلك فمجال العمل على النت واسع جدا مثلا تستطيع أن تعمل على الشوبيفاي مثلا وأنت لا تحب ذلك العمل لدي صديق يعمل في شركة فوريفر وهو يحقق مبالغ مالية محترمة جدا أتمنى إذا كان يشاهدني الآن أن يترك لنا التعليق أسفل هذا الفيديو بالرغم من أني أنا شخصيا عندما عرض علي فكرة العمل مع فوريفر رفضت جملة وتفصيلة لأن الفكرة أو مبدأ الربح لا يجبني فيها الشركة ولكن هو نفسه نفسه اليوم أو قبل يومين أو ثلاثة أخبرني أنه غير راضي عن نفسي فهو لا يريد هذا الشيء بالرغم من أنه يحقق أرباح مالية محترمة ولكن لا يحب ذلك الشيء هو لا يريد تجارة هو مبدأ الشركة هو تجارة لذلك أول شيء أريد أن أتوجه به إليك هو أن تقوم بعمل شيء تحبه فإذا كنت تعمل شيء لا تحبه لا تتوقع الاستمرار أو النجاح مهما كان مجال العمل الذي تعمل عليه دائما لا تفكر في المال المال يأتي بمفرده سواء في حياتك الواقعية أو في مشروع عملك على النت دائما 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 في التوجه في جهة البكالوريا أو أي شيء على الإطلاق لا تستمع لا إلى رأي والديك ولا لأي شيء اذهب إلى شيء تحبه وفقط نقطة إلى الصدر أما الأموال أما كل شيء سوف يأتي بمفرده فيما بعد يا صديقي لا أريد أن أطيل في هذه النقطة ننتقل إلى النقطة الموالية النقطة الموالية التي أريد أن أتحدث عنها وهي الدافعية يمكنك أن تكتب الدافعية في النت وتشاهد وتقرأت نتائج ماذا يعني ولكن باختصار هي الهدف التي تسعى إليه فماذا تريد من هذا كله؟ هناك من يريد المال هناك من يريد الشهرة هناك من يريد أن يترك ذكرى طيبة في قلوب الناس هناك كل شخص لديه هدف معين من هذا كله سواء في العمل على النت قناة يوتيوب أو أي شيء على الإطلاق فإذا لم تكن لديك دافعية وهدف تسعى إليه صدقني سوف تتوقف في أسرع وقت ممكن وسوف تتوقف بوتيرة أسرع مما كنت تتوقع أنت فباختصار الدافعية تنقسم إلى قسمين دافع داخلي وهو الأقوى والأكتر تأثير وباعث خارجي هذا الباعث الخارجي وهو مثلا ماذا تنتظر من أصدقائك من أقربائك من الناس التي تحبك بالمقابل بهذا العمل مثلا عندما أنت تدرس مثلا أنت تدرس في المتوسط أو في التانوي أو في الجامعة أو أي مستوى أنت تدرس فيه الباعث هو ثواب والديك مثلا إنجح وأشتري لك حاسوب إنجح وأشتري لك هذا الشيء هذا اسمه الباعث أما الدافع فهو منبعث من داخلك أنت وماذا تريد أن تحقق؟ ما الفائدة من تحقيق ذلك؟ أنا أريد أن أصبح كذا هذا الأمر سوف تكافأ به أنت وهو منبعث من داخل هذا اسمه الدافع أما المكافآت الخارجية سواء من الأصدقاء أو الأقارب أو الأحباب يسمى الباعث هكذا ونكون قد انهينا الدافعية النقطة الموالية التي أريد أن أتكلم عنها وهي الجودة أي أن كان الأمر الذي تعمله احرص على أن تكون الجودة رائعة فالجودة هي التي تتكلم عنك فقط قم بعمل شيء محترف فعلا اتعب عليه لا تقم بنشره إلا بعد أن تراجعه وتتأكد من أن كل شيء فيه سليم وكل شيء تمام تمام بعد ذلك أنشره ليس هناك أي مشكلة وصدقني سوف تأتي النتائج مع الوقت فقط اعمل بشدوة باحترافية منذ الوهلة الأولى مثلا أنت تريد أن تتقدم إلى موقع للخدمات المصغرة بعد ذلك تقوم بنشر أعمال بسرعة بتسرع وهذه الأخطاء ارتكبناها جميعا عندما كنا فيها البداية حتى لا نكون صراحة بعد ذلك الزبون يشتري منك الزبون الأول الثاني الثالث بعد ذلك لا تعجبهم الخدمات يتركون لك تعليقات سيئة ريفيو سيئة وبالتالي لم تتصنف في الموقع لذلك اجعل من الاحترافية شعارك دوما وأبدا مهما كان العمل الذي تقوم به سواء عام خدمة مصغرة فيديو على اليوتيوب احرص على الجودة سواء في المحتوى جودة الصوت الصورة حتى الصورة المصغرة حتى جودة العنوان كل شيء احرص على أن يكون بجودة عالية منذ البداية لا تقوم بالتسرع دائما خذ وقتك اعمل عمل احترافي النتائج سوف تكون في الأخير لا تتسرع رابع نقطة وهي الاستمرارية أي إن كان ما تقوم به يا صديقي استمر لا تستسلم سوف تفشل قاوم من جديد استمر فإنما أتكلم عن الاستمرارية ربما أعود وأقول أو أتكلم عن أن تقوم بشيء تحبه فإذا لم تقوم بشيء تحبه فصدقني لم تستطيع الاستمرار فهذه رسالة أوجهها لكل من يدرس ولم يكمل دراسته أو لم يتحصل على شهادة البكالوريا بعد ويقول مثلا سوف أتبع توجيهات والدي أو ما إلى ذلك لا تتبع توجيهات أي شخص لا أقول عصيان ولكن لا تتبع الرغبة الذي يريد منك والدك أن تدرسه أو أمك أو أي أحد من الأقارب حتى تستطيع أن تستمر فصدقني دعني أخبرك مثال ماذا لو درست وأصبحت طبيب وسوف تعمل لمدة 30 سنة في مهنة أنت لا تحبها فكر في الأمر ماليا حتى ولو كان من دون معدل فإذا لم يكن لديك معدل جيد بالطبع لن تستطيع أن تواصل دائما وأبدا أحسب حساب الاستمرارية فالاستمرارية أساس النجاح النقطة الخامسة التي أريد أن أشير عليها مهما كان المجل الذي تعمل عليه استعد للفشل دوما وكما يقول إبراهيم الفقي اجعل من الخطبة دائما في جيبك دائما دائما هناك الخطبة دائما استعد للفشل فالفشل أول خطوة من خطوات النجاح سواء في أي شيء أنت تريد أن تعمل عليه الفشل أول خطوة من خطوات النجاح وأفضل شيء للانتقام ممن أراهنوا على فشلك هو النجاح وإثبات لهم أنك تستطيع أن تقوم بذلك الأمر سادس نقطة أريد أن أشير إليها أن لا تقارن نفسك مع أي شخص آخر مهما كان مهما كان الزمن أو المكان أو أي شيء يا صديقي لا تقارن نفسك مع أي شخص مثلا في قنوات اليوتيوب لا تقارن نفسك مع أي قناة أخرى فأنت لا تعلم إذا كان قام بإعلان مدفوع إعلان ممول وصعد صاروخ في نتائج البحث فربما هو استثمر مبالغ مالية كبيرة جدا مثلا هو لديه استوديو عمل كامل دعم من الأولياء لا أدري ربما أي شيء أي شيء أي شيء لذلك لا تقارن نفسك مع أي شخص آخر لا تقارن نفسك مع أي شخص فبمجرد أن تقارن نفسك معه الله قد بدأت مع هذا الشخص مشاهدته زادت وهذا أمر للأسف منتشر كثيرا في العالم العربي هذا يسب هذا وهذا يسب هذا لذلك دعك من كل هذا وركز على العمل لا تهتم بهذه الأمور ركز فقط على العمل الذي تقوم به ركز على العمل الذي تقوم به فبمجرد أن تبدأ بمقارن نفسك مع أي شخص إذا كنت تشاهد أن ذلك الشخص هو أفضل منك سوف أولا معنوياتك سوف تنهار سوف تفشل فيها العمل سوف يصيبك العجز وتبدأ النتائج في نقصان رهيب ورهيب جدا كانت هذه أهم النقاط التي أريد أن أشير إليها في حلقة وموضوع اليوم أتمنى أن لا تبغلوا علينا بالنقر على الزر لايك أترك لنا كومنت أسفل هذا الفيديو إذا عجبتك هذا النوع من هذه الحلقات شكرا على المشاهدة حتى ألقاكم في حلقة جديدة وموضوع جديد بعد قليل سلام